السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلاب الصف الثاني السنوي الزراعي جميع المجالات أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة النيل التعليمية للتعليم الفني أهلا وسهلا بكم مع أسرة نحل العسل ودوت القز طبعا المادة مش جريبة عليكم احنا درسنا في الفصل الدراسي الأول الأساسيات بتاعت انتاج بتاعت تربية النحل ودوت القز وقلتلك في الفصل الدراسي الأول قلتلك ان انا مش جاي لك بمادة دراسية بس انا جاي لك بمشروعين من المشاريع الصغيرة اللي هي بتنادي بيها الدولة اللي هي ممكن انت تعملها بتزود بيها دخلك ان انت عشان تعمل مشروع زي ده يبقى لازم تعرف الأساسيات في الأول اللي هي بتاعت اقامة او انشاء مشروع نحل العسل طبعا مشروع نحل العسل اتكلمنا عليه برضو وهذكرك في الفصل الدراسي الأول وقلتلك ان هو ليه فايدة بالنسبة للإنسان اللي هو بينتج بيطلع لي منتجات غزائية ذات قيمة عالية زي العسل زي حبوب اللقاح زي البروبليس زي سم النحل اللي بيستخدم كله لعلاج الأمراض وبيستخدم فيه تقوية المناعة فيه الجائحة اللي احنا اللي العالم بيمر بيها اليومين دول طبعا بالنسبة لمشروع نحل العسل فيه أساسيات وفيه ثوابت وفيه حاجات متغيرات مشروع نحل العسل الأساسيات بتاعه هي الثوابت أما بالنسبة للمتغيرات كل العمليات النحلية اللي بيقوم بيها النحال هي متغيرات أو من المتغيرات اللي هي بتتغير من منحل إلى آخر من نحال إلى آخر يبقى دي مش أساسيات أبدا يعني مثلا ييجي مثلا يربي لك الملكات واحد بيربي الملكات بطريقة معينة واحد تاني بيربيها بطريقة غيرها يبقى دي اللي بتنفى معاه يبقى دي مش أساسيات الأساسيات اللي هي هنتكلم عنها اللي هي لما تيجي تنشئ منحل للعسل أو منحل لتربية نحل العسل طبعا بعد ما أبناء الطلبة درسوا وتابعوا معانا الفصل الدراسي الأول وتابعوا أهمية نحل العسل وأهمية إقامة مشروع نحل العسل جات لاتصالات كتير جدا وجات لتساؤلات كتير جدا مش من الطلبة بس برضو من الأشخاص العاديين عشان بيقولولي إزاي ننشئ منحل إزاي نقوم بإنشاء منحل لتربية نحل العسل طبعا كان حظك الحلو أن ده أول درس ليك في الفصل الدراسي التاني فلازم تعرف في الأول خالص إيه هو المنحل المنحل ده هو المكان المستديم من الأرض اللي بتضع عليه الخلايا اللي هي بتاعتك طب إيه هي الخلية الخلية هي مسكن النحل لازم دي أساسيات لازم تعرفها طب إيه هي إيه هو النحل ده النحل ده عبارة عن طائفة بدون مالكة ده بسميه نحل طب إيه هي بقى الطائفة اللي أنا هربيها واللي أنا هشتغل عليها واللي أنت المفروض أن أنت تكون عارف أساسيات إيه هي الطائفة دي الطائفة دي بتتكون من ملكة واحدة بتتكون من مئات الزكور وبتتكون من ألاف الشغلات يبقى من ملكة ومئات الزكور وألاف الشغلات هتيجي بعد كده تبص تلاقي أن الغرض من تربية النحل إما للهواية أو لتلقيح المحاصيل الزراعية أو للبحث والدراسة أو للتجارة للهواية في واحد هويته أنه هو يربي الكائنات الحية زي مثلا بيربي الحيونات الأليفة في واحد بيربي نحل العسل هويته هويته كده أنه هو يربي نحل العسل أنه هو يتعمك فيه تربية نحل العسل ويعرف أسراره فيه واحد تاني بيربي نحل العسل بيربي طواقف نحل العسل عشان خاطر تلقيح المحاصيل الزراعية وبالنسبة لتلقيح المحاصيل الزراعية إحنا قولنا قبل كده في الفصل الدراسي الأول أنه هو نحل العسل ده عندما بيلقح النباتات ذات التلقيح الخلطي بيزيد من انتاج النبات ده حوالي 80% وحوالي 80% من الحاصلات الزراعية تعتمد اعتماد كله على التلقيحها بنحل العسل لاني قلتلك قبل كده ايه فايدة نحل العسل بالنسبة لتلقيح الحاصلات الزراعية يعني مثلا هديك مثال صخير جدا شجرة التفاح عملوا دراسة في امريكا لقوا ان عند ما بيتم تلقيح تلقيح هذه الشجرة بواسطة نحل العسل بتنتج 125 كيلو في الموسم بتاعها لما بيتم تلقيح هذه الشجرة بواسطة حشرات اخرى لان تلقيحها خلطي يخلي بالك بيتم تلقيحها بحشرات اخرى بتجيب 12 كيلو نص يبقى شوف الفرق قد ايه يبقى فايدة نحل العسل في تلقيح المحاصيل الزراعية فيه بقى غرض تاني من اغراض تربية نحل العسل وهو البحث والدراسة مراكز البحوث لفزارة الزراعة بتربي نحل العسل برضو عشان تطلع لنا السوابت اللي احنا اللي احنا هنستعملها عند تربية نحل العسل فيه ربح حاجة بقى وهو ده الاساسي بتاعنا وهو ده الاسئلة اللي هي جات لي كلها انا عاوز يا مصر انا عاوز اه اربي نحل عاوز اعمل منحل بغرض التجارة بغرض زيادة الداخل يبقى ربح حاجة بغرض التجارة طيب عشان تنشئ منحل عشان تنشئ منحل فيه شروط لانشاء المنحل ده اللي هو المنحل التجاري اللي انت هتشتغل فيه اللي انت هتزود دخلك منه اول حاجة وجود النحل الجيد وجود النحل الجيد اللي هو هيشتغل في المنحل نفسه وانت عيب قوي علينا ان احنا نبقى طلبة في مدارس الزراعة وبندرس نحل ونقعد ندفع نكلف بس نجيب رأس المال بس نجيب بيه منحل وبعد كده نجيب نحل من بره يشوفه ما انت بتدرس مادة نحل عسل ما انت بتدرس تربية النحل يبقى لازم انت تتعمق في هذه الدراسة لو عاوز ان انت تنشئ المنحل ايه المميزات النحل الجيد ده بيكون ايه اول حاجة بيكون عنده رغبة واستعداد في التعامل مع النحل بيبقى عنده استعداد شخصي ورغبته ان هو ممكن يتعامل مع النحل ما يخافش منه تاني حاجة بتبقى عنده الخبرة باصول التربية الخبرة دي اللي انت هتكتسبها بقى من دراستك فانت ما يصحش ان انت تكتسب الخبرة من دراستك وتجيب نحل يشوف لك المنحل بتاعك تالت حاجة ان هو لازم يجيد القراءة والكتابة رابع حاجة لازم بيكون بصحة جيدة عشان خاطر بيشير خلايا وبينقل خلايا وبيعمل العاملات النحلية بنفسه يبقى لازم تكون صحته جيدة يبقى دي اول حاجة اول شرط من شروط انشاء المنحل ان هو لازم يجد النحل الجيد تاني شرط من الشروط دي اللي هو اختيار الموقع المناسب انت هتعمل المنحل بتاعت فين يبقى هو دا اختيار الموقع المناسب طيب اعمل المنحل بتاعي جنب مصادر رحيق طبيعية ولا مش لازم جنبه يكون مصادر رحيق يبقى لازم اول حاجة لازم وجود مصادر طبيعية عشان إمداد النحل بالرحيق وحبوب اللقاح الرحيق اللي هو هيعمل منه العسل وحبوب اللقاح اللي هو هيستعمله في الغزاء بتاعه لأن تغذية النحل ودي هقولها لك في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة إن شاء الله بالنسبة لتغذية النحل اللي هو النحل بيتغذى على رحيق الأزهار اللي هو العسل وحبوب اللقاح طيب بالنسبة المصادر الرحيقية جنبه طيب المزرعات اللي جنبه ممكن يكون مزروع نخل وعنب مش دي مزرعات برضو ده بيمتنع ان هو الاقامة المنحل بجوار مزارع النخيل والعنب ليه لان دبور البلح هو العدو الاول والعدو اللدود لنحل العسل وده العائل الرئيسي بتاعه النخل البلح والعنب فانت لو عملت المنحل بتاعك عند مزارع النخيل اعرف ان انت قدمت وجبة هنية جدا لدبور البلح والمنحل بتاعك كده ما ينفعش تالت حاجة لازم يكون جنبه مصادر من مياه العزبة والنقية والمضاد بتاعها على طول ان لازم يكون بعيد عن البراك والمستنقعات طب ليه لان البراك والمستنقعات المياه الراكدة ديت ممكن لو النحل جاب منها مياه ممكن ان هو بيصاب بامراض بيصاب بامراض في الجهاز الهضمي ودي هتعرفها ان شاء الله في منهج الصف الثالث السنوي لازم يكون قريب من وسائل المواصلات طب وسائل المواصلات ليه لازم يكون قريب من وسائل المواصلات قريب من وسائل المواصلات عشان تقدر ان انت تنقل احتياجاتك من منحل وتصرف منتجاتك طيب وسائل المواصلات ما هو قطار السكة الحديد وسائل المواصلات ممكن يكون قريب من السكة الحديد ممنوع ان هو يكون قريب من السكة الحديد ليه بقى ممنوع ان هو يكون قريب من السكة الحديد الاطر بتاع السكة الحديد وهو ماشي بيعمل اهتزازات في الارض فاذا حصل اهتزازات في الارض النحل ما بيقاش مرتاح ايه اللي بيحصل للنحل ساعتها بيحصل له ظاهرة اسمها الهجرة يسيب لك المنحل ويمشي يبقى قريب من وسائل المواصلات ماشي بس يكون بعيد عن السكة الحديدية عدم وجود مناحل كبيرة قريبة منك وانت بتختار الموقع بتاع المنحل بتاعك ما بيكونش قريب من منحل كبير ليه؟ عشان لعدم التنافس ده ممكن يجيلك علل لعدم تنافس افراد المنحلين على مصادر الرحيق الوحدة ومصادر الرحيق الوحدة هتبقى على قد المنحل ده فاذا كان رجيف العيش هيكفي فرض واحد بس عندما يبقى فرضين مش هيكفيهم يبقى عندك انت مصادر رحيقية حول المنحل بتاعك لو في منحل تاني يبقى المصادر الرحيقية ديت او مصادر الازهار الرحيقية مش هتكفي المنحلين لازم يكون بعيد عن حزائر الحيوانات والدواجن والاستبلاط الخيل ليه؟ عشان ما يسببش لسعة ما يلدغش الحيوانات ديت ويعمل مشاكل ليها لازم يكون بعيد عن المناطق المعرضة للحرائق ايه هي المناطق المعرضة للحرائق؟ زي مثلا مناطق تخزين الحطب والقطن واكوام التبن وقش الرز دي سهل جدا مع ارتفاع درجة الحرارة تظهر فيها حرائق تنتقل الحرائق من هذه الى المنحل بتاعك لازم يكون الموقع اللي انت اخترته ده يكون بعيد عن الفيضانات طيب بعد كده تالت شرط من شروط انشاء المنحل وهو تجهيز واعداد ارض المنحل انت لقيت الموقع الكويس اللي انت هتنشئ عليه المنحل بتاعك لازم بقى تجهز الموقع ده هتجهز الموقع ده ازاي؟ اول حاجة بتحرت الارض وتسويتها بتحرتها وبتسويها الارض بتقسم الارض ارض المنحل دي اللي انت اخترته الى مصاطب عشان توضع عليها الخلايا وبتقسمها برضو لاحوال عشان تزرع فيها نباتات مظهرة زي عباد الشمس النباتات المظهرة اللي هي زي عباد الشمس دي وهي موجودة في الاحوال خارج المنحل بتاعك بتبص تلاقي نحل شم ريحتها وطلع على برة طلع لبرة يبقى انت طلعته كده من حالة السكون بتاعته اللي موجودة في الخلية لازم تظلل على المنحل بتاعك تعمله تكعيبة وتظلل عليها اما بزراعة نباتات زي نبات اللي بلاب زي نبات اللوف او تظلل عليها برضو على الخلايا بتاعتك اللي انت حاطتها بحصر عشان خاطر اشعة الشمس الجمدة ممكن ان هي تأذي النحل وممكن هو يعمل برضو ظاهرة الهجرة لازم تكون فتحات الخلايا اللي انت حاطتها جهة الشرق طب جهة الشرق ليه او جهة اما الشرق او الجنوب الشرقي ليه بقى لان اشعة الشمس الشمس بتطلع منه بتطلع من الشرق اشعة الشمس بتيجي بتضرب في الفتحات وفي المدخل بتاع الخلية عند باب الخلية كده في الصباح الباكر بتحسس النحل اني النهار طلع بتحسس النحل اني الجو كويس فالنحل يطلع شيء طبيعي وعشان الصروح بتاعه عشان يجيب رحيك الازهار دي حاجة حاجة تانية طب انت لو حطيت الخلايا بتاعتك الباب بتاعها في الجهة البحرية او الجهة الغربية ايه اللي هيحصل الجهة البحرية بييجي منه الهوى والرياح والجهة الغربية كذلك بييجي منه رياح فشيء طبيعي الرياح ديت عندما تكون بالليل وعندما يكون النحل موجود في خلايا بالليل فالرياح دي هتأثر على النحل داخل الخلايا بتاعته وتسبب له امراض يبقى دي اساسيات لازم تعرفها الاساسيات اللي بتعرفها ديت هي اللي هتخليك تنشئ المنحل وتنجح فيه انشاء المنحل بتاعك لازم تزود المنحل بتاعك تبني حجرتين حجرة بتشيل فيها بتخزم فيها الادوات بتاعت النحالة بتاعتك وحجرة تاني بتبقى الحجرة للفرز عندما يبقى ان شاء الله فيه فرز عسل بيتم الفرز في حجرة الفرز القريبة من المنحل اللي انت مجهزها مسبقا طيب لازم تزرع برضو مصدات رياح مصدات رياح بقى بتزرع من اين ما احنا قلنا من انهجها ما احنا قلنا لو كنت صحي معاي هتعرف مصدات الرياح بتزرع من الجهة الغربية ومن الجهة البحرية او الشمالية يعني يعتبر ليه لان الرياح بتهب من الجهتين دول لازم الخلايا بتاعتك تجاهز لها مواجير صغيرة كده من فخار المواجير دي بتتحط في ارجل الخلايا وبتحط فيها زيت رجوع او الزيت عشان خاطر مفيش نملي يطلع يتسلك على الارجل بتاع الخلايا ويطلع يضرلك النحل بتاعك يبقى دي تالت حاجة اللي هي تجهيز واعداد ارض المنحل يبقى انت موجود النحل الجيد عندك اخترت الموقع المناسب تالت حاجة جهزت واعد واعداد المنحل بتاعك رابع حاجة طيب انت انت عملت المنحل بتاعك هتبدأ بكم طائفة احنا قلنا ايه الطائفة عشان ما تنساش معايا الطائفة ملكة ومئات الزكور والاف الشغلات هتبدأ بكم طائفة عندما تكون لسه مبتدئ في النحل هتبدأ من عشرة لعشرين طائفة ده عند المبتدئين عندما تكون متمرن خلي بالك العشرة لعشرين طائفة دول بيطلعولك بعد كده في نهاية الموسم بتبصت لقيها ممكن تلاتين طائفة لو تبعت معنا العمليات النحلية هقولك ازاي هتقسم الطواقف اللي هي هتزود المنحل بتاعك ده بالنسبة للمبتدئين طب بالنسبة للمتمرنين بقى بالنسبة للمتمرنين بيمكن ان هو يبدأ بحوالي خمسين طائفة او اكتر بيبدأ بخمسين طائفة او اكتر لان هو متمرن خلاص عارف كل حاجة عن النحل طيب خمس حاجة ان انت بتشتري الخلايا بتحتك اللي هي تحط فيها النحل وبتشتري ادوات النحل الخلايا دية هي عبارة عن ايه طبعا احنا درسنا في الفصل على طول هذكرك باللي احنا درسناه في الفصل الدراسي الاول الخلايا بتاعت النحل دي اللي هي بيتحط طبعا قلت لك انا في اول حل الخلايا هي ايه هي مسكن النحل الخلايا دي دي لازم تشتريها او بتعملها خلية لانجسروس اللي هي بتسع عشر اطارات ودي درسناها في الفصل الدراسي الاول طيب يبقى انت اشتريت الخلايا بعد ما اشتريت الخلايا هتشتري ايه هتشتري ادوات النحالة ايه هي ادوات النحالة ادوات النحالة اللي انت بتشتغل بيها وملابس النحال اللي انت هتلبسها وانت اه جاية تشتغل في المنحل بتاعك. ملابس النحال عبارة عن ايه? ملابس النحال هي قدامك الصورة عبارة عن قناع وافرول وكفاز اللي هو الجوانتي. يبقى القناع هو قدامك والافرول والكفاز اللي هو الجوانتي اللي انت بتشتغل بيهم في النحل. يبقى دي حاجات كلها لازم بتاخد بالك منها عند ما تيجي تنشئ منحل. يبقى دي تعتبر لو حبيت تعمل دراس الجدوى لانشاء منحل بتحط في اعتبارك كل الحاجات دي لدراس الجدوى. كل الحاجات دي اللي انت بتشتريها. طب دي ملابس النحال. طب ايه ادوات النحالة اللي انت بتستعملها? ادوات نحالة ازا كان مدخن ازا كان فرشة ازا كان اه اقفاص نصف كرة ازا كان اه عجلة بتاعة اه تثبيت الشام. ازا كان اطارات فارغة يبقى دي كلها ادوات النحالة اللي لازم تشتريها. عشان بتستعملها. لان لازم يكون. وانت شغال لازم كل حاجاتك جنبك. كل حاجاتك معك. بعد كده هختار سلالة النحل اللي انا هشتريها واللي انا هربيها. وبرضو هفكرك. احنا درسنا في الفصل الدراسي الاول سلالات النحل. قلنا ان فيه تلات سلالات موجودين هنا في مصر. بيه اه يعيشوا هنا في مصر. ايه? سلالة النحل المصري. سلالة النحل الايطالي. سلالة النحل الكرنيولي. وفيه بقى الهاجين الاول اللي احنا اتكلمنا عليهم. وتكلمنا على مميزات وعيوب كل سلالة من السلالات دي. فانت قدامك كده كل السلالات. انت قدامك سلالة النحل المصري بمميزاته وعيوبه. ودي درسناها وترجع لها في الحلقة بتاعة سلالات نحل العسل اللي هي بتاعة الفصل الدراسي الاول. اه طبعا انا مش عاوزك ان انت تاخد مادة النحل دي انها مادة هتنجح فيها وخلاص دي انا عاوزك ان انت تاخدها كمشروع. فعشان كده بقولك ترجع. ليه? الفصل الدراسي الاول. للحلقة بتاعة مثلا سلالات النحل. عشان تعرف مميزات وعيوب النحل المصري ايه? مميزات وعيوب النحل الايطالي. مميزات وعيوب النحل الكرنيولي. يعني فيه نحل بيكون لو اشتريته بيكون ميال التطريد. يبقى انت تاخد بالك عشان لحسن النحل بتاعك كده انت عارف ان سلالات النحل اللي انت بتربيها دلوقتي ميالة للتطريد. يبقى بتاخد احتياطاتك ضد التطريد. اه ان سلالات النحل اللي انت اشتريتها دي بتكون ميالة للسرقة. يبقى انت بتاخد بالك وبتعمل احتياطات بتاعتك عشان تمنع السرقة عند النحل. اه يبقى انت لازم تدرس ولازم تعرف سلالات النحل اللي هي زي ما قلتلك المصري والايطالي والكرنيولي. طيب بتتعاقت بقى على شيرة النحل امتى? طبعا انت بتشوف النحل وبتشوف واحد امين وموصوط منه عشان تشتري منه النحل. طبعا من مميزات منحل تربية النحل ومميزات اه انشاءك للمنحل اللي انت ممكن تطلع طرود بعد كده واتبيعها. زي ما انت هتروح تشتري الطرود من واحد موصوط منه. الطرد اللي هو بيتكون من ملكة برضو هزكرك تاني من ملكة وشغلات وذكور. انت بتروح تتعاقد على شراء النحل وشراء الطرود. احنا قلنا هتبدأ بكام? لو مبتدأ هتبدأ من عشرة لعشرين طائفة. هتتتعاقد. هتتتعاقد امتى على شراء النحل ده? هتتتعاقد على شراء النحل في اي بيتم الشراء في اي وقت. بيتم التعاقد على شراء النحل في الشتا وفي الخريف. بتروح للمنحل بتعرفه وبتشوفه وواحد موصوط منه زي ما قلتلك وبتشوف النحل السلالة اللي انت عاوزها ايه? والسلالة اللي موجودة عند الراجل اللي انت هتشتري منه النحل ده ايه هي? اللي انت عاوزها واللي انت عاوزت ربيها. وبعد كده بتتعاقد بتقول له طلعلي جهز لي عشرين طرد. اه الطرود دي هيتم استلامها امتى? يتم استلامها في الربيع في فصل الربيع. لان الشتا ده فترة ركود بتبقى للنحل. فترة شبه بيات بيبقى للنحل. فترة كلها امراض بتصيب النحل. فانت متاخدش النحل بتاعك في الشتا. انت هتاخد النحل بتاعك في فترة اه رحيق الازهار. وفي موسم النشاط. موسم النشاط يعني ايه? موسم النشاط يعني موسم تفتح الازهار. يبقى انت بتاخد النحل بتاعك في موسم الربيع. وكل ما كان بدري. كل ما خدت النحل بتاعك بدري. كل ما كان احسن. ليه? عشان تعمل العمليات النحلية بتاعتك فيه. وممكن ان انت اه تقطر النحل بتاعك قبل دخول فصل الربيع بعد كده بتشتري النحل ازاي النحل بتشتريه عندما بتروح للراجل وتقول له انا عاوز نحل بيقول لك عاوز ايه عاوز طرود ولا عاوز خلية كاملة ولا عاوز نحل مرزوم اقول لك الفرق بين 3 حاجات دول لو عاوز طرد الطرد ده بيتحط في صندوق صفر صندوق الصفر ده ازاي ما قلت لك عليه برضو في الفصل الدراسي الاول انه هو بيحتوي بيسع خمس براويز بيسع كام برواز بيسع خمس براويز الخمس براويز دول بيكونوا 3 حضنة واحنا عارفين طبعا ايه هي الحضنة الحضنة اللي هي اليراكات اللي موجودة في برواز النحل تلت براويز حضنة وقرصين بيبقى عسل وحبوب لقاح يبقى دي محتويات الطرد عندما يتحط في صندوق صفر ده شكل صندوق صفر وده الشكل التاني بتاعه اللي هو ده واللي هو التاني ده اللي بيبقى فيه فتح التهوية من فوق بيتم المصمرة بتمصمر الآخر برواز بتمصمر الباب بتاعه الغطى بتاعه كويس عشان طيب بعد كده بتقول له لا ده انا مش عاوز طرد اما يقولك انت عاوز ايه تقول له انا عاوز خلية كاملة هي الخلية بتسع كام بتسع كام برواز احنا قلنا طرد الصندوق الصفر بيسع خمس برواز طيب بالنسبة للخلية بتسع عشر برواز بتسع عشر برواز بيكونوا من ستة لسابعة حضنة وتلاتة بيكونوا عسل وحبوب لقاح وبتبقى طبعا البرواز من الجهتين بيكون مليئة بالنحل يبقى انت بتشتري لو مشتريتش طرد الطرد بتحط فيه صندوق الصفر لو حبيت تشتري خلية كاملة لو الرجل قال لك انا هتديك خلية كاملة بالنحل بتاعها يبقى الخلية ديت عشان تبقى عارف فيها عشر برواز فيها عشر برواز نحل طيب يبقى ده بالنسبة للخلية طب لو بالنسبة بقى هتشتري فيه نوع تاني من النحل طريقة تاني ان انت بتيجي تشتري بيها النحل وهو النحل المرزوم النحل المرزوم ده بيكون بالوزن بيكون بايه بيكون بالوزن الطرد بتاع النحل المرزوم بيبقى حوالي سبعة رطل الطرد بتاع النحل المرزوم بيبقى حوالي سبعة رطل يبقى دي طرق شراء النحل اللي هي ممكن تشتريه باي طريقة من الطرق دي اما تشتريه نواه في صندوق صفر اللي هو بقول عليه طرد او بيبقى طواقف نحل كاملة في الخلية بتاعتها او نحل مرزوم طيب هتيجي بعد كده ازاي تنقل النحل بتاعك انت اشتريت النحل صاحب المنحل مش ينقله لك لحد المنحل بتاعك طب ازاي تنقله بقى اما بيتنقل زي ما قلتلك لو كان طارد في صندوق صفر لو كان طواقف كاملة بتبقى في الخلية بتاعتها وبعد كده بيتم اسكان النحل في منحل المشاري ازاي بقى بيتم اسكان النحل ازاي اشتريت النحل بتاعك فيه من من واحد المنحل بتاعه قريب من مكان اللي انت هتحط فيه المنحل بتاعك يبقى انت من بالليل الراجل اللي هو صاحب المنحل بيقفلك على الخلايا او بيقفلك على السنديق بعد ما بيعبيها وبتيجي بتاخدها الصبح بتاخدها الصبح وبتخليها في الاماكن بتاعت الخلايا اللي هي ايه بقى اللي هي لما ترجع بذاكرتك لسه في اول الحلقة وقلتلك المنحل اللي انت انشأته اللي هو موجود عملت فيه مصاطب عشان تحط فيه الخلايا هتحط سنديق السفر على المصاطب دية جنب الخلايا بتاعتك او فيه ناس تاني بيحطوها فوق الخلايا طيب بعد كده ايه اللي بيحصل بتخليه مقفول عليها لو كان المسافة بعيدة لو كان المسافة بعيدة بتخليها مقفول عليها لحد المغرب وبتفتع عليها عادي لو كانت المسافة قريبة منك من مسافة المنحل بتاعك قريبة من المنحل اللي انت اشتريت منه حوالي مثلا لحد سبعة كيلو يبقى ما تفتحش على النحل بتاعك الا بعد يوم او يومين ليه؟ عشان النحل بتاعك عارف المكان اللي انت اللي هو منحله الاصلي اللي انت اشتريته ده عارف المكان بتاعه الاصلي فممكن يرجع تاني يبقى كأنك ما عملتش حاجة يبقى بعد يومين بتفتح عن نحر بتاعك بعد أسبوع بيتم تفريغ سندوق الصفر في الخلايا الأصلية اللي عندك في المنحل بيتم تفريغها طبعا انت عندما تروح تشتري طائفة لازم تكشف على الملكة عندما تروح تشتري طارد لازم تكشف على الملكة وتشوف الملكة دي عمرها استنادي واللي عمرها قبل كده قديمة من زمان بتشوف مواصفات الملكة اللي أنا قلتلك عليها في الفصل الدراسي الأول بيكون الشهر بتاعها مش موجود اعرف ان دي ملكة كبيرة في السن بيكون حرقتها حرقة قليلة على الأقراص على البرويز اعرف ان دي برضو ملكة كبيرة في السن يبقى انت عاوز ملكة حديثة ملقحة حديثة يبقى دي الشروط بتاعة انشاء المنحل اللي هي اول حاجة شروط المنطقة وقلتلك المنطقة لازم تكون ايه البداية بعدد قليل من الطواقف خلي بالك السؤال ده بيجيلك في الامتحان البداية بعدد قليل من الطواقف بتختار سلالة جيدة بتجهز الخلايا الخشبية اللي انت هتحطها في المنحل بتاعتك بتشتري النحل من مصدر موسوق وبتسكن الطرود قلتلك بتسكن الطرود ازاي طيب ايه الاسئلة اللي ممكن تجيلك طبعا انت هتمتحن النهاردة او بكرة في الدرس ده ايه الاسئلة اللي هي ممكن تجيلك في درس زي ده يجي يقولك تتكون طواقفة نحل العسل من نقط واحدة يبقى من ايه واحدة من زكر ولا من شغالة ولا من مالكة برافو عليك يبقى من مالكة واحدة ومئات ايه بقى ومئات الزكور والاف ايه والاف الشغالات طب يجي يقولك اكمل الخلية هي ايه هي مسكن النحل طب يجي يقولك اختار من بين الكسين الاجابة الصحيحة يسع صندوق الصفر سبعة ولا خمسة ولا عشر اقراص ها جواب انت يبقى بيسع خمس اقراص صندوق الصفر زي ما قلنا طيب تسع خلية لانجستروس كام كرس سبعة ولا خمسة ولا عشر اقراص ها قول تسع عشر اقراص يفضل انشاء المنحل ده علامة صحة والله هضا يفضل انشاء المنحل بجوار السكة الحديد لسهولة المواصلات طبعا السؤال ده في شكين هو بيفضل انشاء المنحل بيكون قريب من المواصلات ولكن بيفضل جنب السكة الحديد انشاءه جنب السكة الحديد ما السكة الحديد مواصلات لا غلط عشان الاهتزازات اللي بتحدث فيه الارض طيب ضع برضو علامة صحة ولا خطأ تاني يقول لك بيبدأ ان حال المبتدئ بخمسين طائفة على الاقل ها غلط احنا قلنا بيبدأ ان حال المبتدئ من عشرة الى عشرين طائفة ان حال اللي هم المتمرن هو اللي بيبدأ بخمسين طائفة طيب يوجه برضو صحة او خطأ يوجه باب الخلية في المنحل للجهة الشمالية او الغربية ها احنا قلنا بيوجه للجهة الشرقية او الجنوب شرقي ليه لاشعة الشمس عشان دخول اشعة الشمس على باب الخلية واحساس النحل ب ببداية اليوم مبكرا يعني اما لو عملتوا من الجهة الشمالية والغربية هيجي رياح ويجي الرياح دي ممكن تضر النحل يبقى دي كل حاجة عن انشاء المناحل متهيقلي اه لو عندك اي سؤال على انشاء المناحل غير غير الكلام اللي انا قلته اه ادخل على صفحة القناة وبعتلينا السؤال وهنجاوبك عليه على طول هنشوف بعد كده موضوع مهم جدا وهو تغذية طواقف نحل العسل وده الموضوع التاني اللي هتمتحم فيه ايه الشهر ده ان شاء الله ايه هي التغذية التغذية دي عملية حيوية بيقوم بها ان نحلق كباقي الكائنات الحية عشان تستمر في اداء الوظائف الحيوية بتاعته يبقى ينفع كائن حي بدون ما يتغذى ما ينفعش يبقى مش هيقد الوظائف الحيوية بتاعته يبقى التغذية يجي يقول لك عرف التغذية تقول له هي عملية حيوية يكون بها النحل اه للإستمرار في اداء الوظائف الحيوية طيب الغذاء النحل ده بينقسم الى ايه انا لما قلتلك ان رحيك الازهار بيجيبوا النحل من برة وحبوب اللقاح بيجيبوا من برة ليه بيجيبوهم عشان خاطر يتغذوا عليهم يبقى بتنقاس بينقسم غذاء النحل لحكتين غذاء يعني غذاء النحل ده بينقسم لكس مين غذاء الطبيعي وغذاء صناعي خلينا احنا في الغذاء الطبيعي دلوقت الغذاء الطبيعي بيكون فيه عنصرين اساسيين وهي عنصر كرباهيدراتي العنصر الكرباهيدراتي ده المواد السكرية اللي هي بتيجي من رحيك الازهار اللي هو اقول لك عليه العسل وعنصر تاني اسمه حبوب اللقاح ده اللي بيجي من الظهرة المذكرة اللي هو بيحتوي على بروتونات ودهون وفيتامينات واملاح معدنية عشان كده حبوب اللقاح دي بالنسبة للانسان بتستخدم للاناميا وبتستخدم لرفع المناعة وزيادة المناعة النحل بيتغذى على الحاجتين دول يبقى لازم يكون النحل غذاءه متكامل ومتكامل يعني ما ينفعش ان انسان يفضل طول عمره يأكل بروتنات بس ما ينفعش انسان طول عمره كل أكله يبقى سكريات بس اللي هي كرباهيدرات لازم يبقى الغذاء متوازن النحل برضو بيعمل غذاءه غذاء متوازن يعني ايه يعني من كرباهيدرات اللي هو العسل ومن بروتينات ودهون وفيتامينات واملاح معدنية دي كلها موجودة في حبوب اللقاح النحل بيعمل ايه جوة الخلية بياخد العمسرين دول مع بعض اللي هو العسل وحبوب اللقاح بيقلطهم بيكون لي حاجة احنا بنقول عليها خبز النحل اللي هو بيتغزى عليها وبيغزى عليها اليراقات بعد العمر بعد عمرها بعد ما بتقضي ثلاثة ايام ان اول برضو هفكارك في التغزية الشغلات باليراقات بتأول ثلاثة ايام بتغزي كل اليراقات على غذاء ملكات وبعد كده ياراقات الزكور ويراقات الشغلات بتغزيها على حبوب اللقاح والعسل اللي هو بقول عليهم خبز النحل يبقى دي الغذاء الطبيعي للنحل يبقى ده الغذاء الطبيعي للنحل عشان كده انت لما تيه تفرز المنحل بتاعك ان شاء الله لما المنحل بتاعك يكبر كده وتفرز في نفس الموسم خلي بالك بتاع انشاءك المنحل ممكن تفرز ممكن تفرز ممكن تطلع عسل لما تيه تفرز المنحل بتاعك لازم تسيب غذاء غذاء موجود في الخلية اللي هو العسل يبقى ما ينفعش ان انت تاخد العسل كله اللي موجود في الخلية لا بتاخد تلتين العسل اللي موجود في الخلية وبتسيب التلت التاني بيعتبر كغزاء طبيعي للنحل وبتسيب برضو حبوب لقاح موجودة معاه طيب اللي حصل ان عندك في الخلية مفيش جزاء طبيعي مفيش عسل مفيش حبوب لقاح يبقى انت بتعمله بقى الغزاء بتاعه بتعمله الغزاء بتاعه بايه اللي هو الغزاء الصناعي الغذاء الصناعي ده إما أن يكون سكر جاف أو يكون تغذية بمحالية سكرية أو يكون بداية الحبوب اللقاح يبقى السكر الجاف ده في حالات خاصة مش في كل الحالات بيتم تغذية النحل تغذية صناعية بسكر الجاف ولكن في كل حالات النحل بيتم تغذية النحل بمحلول سكري المحلول السكري ده بتتفاوت نسبة السكر فيه من فصل إلى آخر وهقولك عليها إن شاء الله التغذية السكرية عندما بيقل مغزون العسل اللي موجود جوه للتغذية دافل الخلية بالنسبة للنحل أنت بتقدم له تغذية بمحالية السكرية بنسب هقولها لك دلوقت النسب دي بتكون في الربيع واحد سكر لواحد مية بالنسبة ليه الصيف واحد سكر واثنين مية بالنسبة للشتاء وفي الخريف اثنين سكر وواحد مية وهقولك ليه كل حاجة من ده كله أو بداء الحبوب اللقاح طب أنا قلت إن تغذية النحل بتكون عسل وحبوب اللقاح طب العسل اتغلبت على عدم وجوده داخل الخلية أو داخل الطائفة بإن أنا عملت محلول سكري طب حبوب اللقاح دي لو مش موجودة بعمل ايه بعمل بداء الحبوب اللقاح بداء الحبوب اللقاح دي بجيب حاجات شبيهة بحبوب اللقاح الطبيعية ولكن هي مش حبوب اللقاح طبيعية ولكن حاجات شبيهة بيها فيها بروتينات بتتكون من دقيق الدرة أو دقيق الحمص بتتكون من الخميرة البيرة الطبية تكون من لبن البدرة بنسب معينة طبعا بتتعمل وتتعمل عجينة ودي اسمها بداء الحبوب اللقاح يبقى أنا عندي الغذاء الطبيعي والغذاء الصناعي الغذاء الطبيعي ده بيكون من العسل وحبوب اللقاح اللي نحلم خزنه الطبيعي داخل الخلية بتاعته الغذاء الصناعي إما يكون سكر جاف أو بيكون محلول سكري زائد بداء الحبوب اللقاح اللي هي العجينة اللي بتتعمل دي وفي عجينة بتشتريها جاهزة ولكن انت مش عارف ايه مكوناتها فانت لازم تكونها على ايدك احسن انت شفت الخلية بتاعتك او فتحت الخلية بتاعتك زي مقلت لك في الفصل الدراسي الاول بتفتح الخلية بتاعتك ليه؟ ساعة الفحص تفحص تفحص الخلية شفت في الخلية فيه الغذاء ناقص ايه العلامات بتاعت نقص الغذاء ده؟ لو لقيت كمية العسل وحبوب اللقاح المخزنة بالطائفة قليل يبقى ده علامة من علامات نقص الغذاء داخل الخلية يبقى استعد بقى عشان تعمل البدائل اللي هو الغذاء الصناعي اذا لقيت يرقات او عزارة ملقاة ميتة وملقاة خارج الخلية على الطبلية او على باب الخلية اعرف ان فيه نقص في الغذاء اذا لقيت الشغلات بدأت ان هي تقتل الزكور الموجودة بالخلية عشان توفر الغذاء بتاعها لان الزكر احنا قلنا وظيفة الزكر تلقيح الملكة العزراء والملكة العزراء اتلقحت فضلة الزكور موجودة في الخلية قاعدت تاكل فضلة قاعدت تاكل من الغذاء اللي الشغلات بخزنها ووقت معين عندما ينقص الغذاء وعندما تزحم الخلية بيروح الشغلات ايمين بتقطيع الاجنحة بتاعت الزكور وإلقائها خارج الخلية او قتل الزكور لانها خلاص مش محتاجينها في حاجة بعد كده وبتاكل الغذاء بتاعهم اللي موجود في الخلية واساسا بقى فيه نقص في الغذاء في حاجة رابعة بعد كده لما تيجي ترفع الخلية من الخلف هتبص تلاقيه ده هي خفيفة يبقى ده نقص برضو في الغذاء اذا حصل هجرة لطواقف النحل يبقى ممكن يكون سبب الهجرة دي هجرة يعني تفتح الخلية ما تلاقيهاش خالص ما تلاقيش ولا نحلية موجودة فيها يبقى كده حصل هجرة اذا حصل هجرة اعرف ان ده نقص برضو في الغذاء ده سبب من اسباب الهجرة نقص في الغذاء وقلتلك برضو عشان تفتكر اربط لك المعلومات كلها ببعض السبب الهجرة برضو بيحدث عند كتر الاهتزازات اللي موجودة بجوار المنحل زي ما قلتلك في السكة الحديد عندما السكة الحديد قطرة السكة الحديد ما عدي جنب المنحة الكتير عملت الزذاء عملت هجرة ونقص الغذاء برضو عمل هجرة والاصابة الكبيرة بالحشرات عملت هجرة والاصابة بالامراض بيحصل برضو النحل هجرة يبقى دي كلها اسباب هجرة يبقى عندما تحصل هجرة اعرف ان ممكن يكون سبب من الاسباب دي علامات نقص الغذاء طيب الغرض بقى من التغذية ايه؟ فيه اغراض التغذية بتغذي النحل ليه؟ لمنع مجاعة النحل وتهرضو الهلاك يبقى انت بتغذي النحل لو مش موجود عنده التغذية الصناعية هتكلمك عليها هاي؟ بتغذيها تغذية صناعية عشان تمنع المجاعة اللي هي ممكن تحدث للنحل وعندما حصلت له مجاعة يبقى حصل هلاك للطائفة بتاعتك بتغذي النحل قبل موسم النشاط عشان تنشط الملكة عشان تضع البيض طب هي الملكة بتعرف ازاي موسم النشاط يا جماعة؟ الملكة بتطلع تشوف ان تفتح الازهار بدأ؟ لا الملكة بتعرف ازاي موسم النشاط ان موسم النشاط بدأ وبينشط انتاجها للبيض بينشط انتاجها للبيض عندما الشغلات تطلع برا تجيب عسل وتجيب رحيك ازهار وتجيب حبوب لقاح الملكة بتعرف ان موجود حبوب لقاح من الغذاء بتاع الملكات اللي الشغلات بتدي للملكة فاول ما الشغلات تدي للملكة الغذاء بتاعها اللي هو غذاء الملكات بتعرف ان فيه خلاص بقى موسم النشاط بدأ بيبقى بيرتفع انتاجها للبيض دي حاجة حاجة تانية من فوائد حبوب اللقاح والعسل ان هو بيدي غريزة او بيدي قدرة للملكة ان هي تنتج بيت كتير البيض اللي هم محتاجينه الخلية في موسم النشاط من اغراض التغذية برضو عندما بتجي بتجري عمليات نحلية زي التقصير لازم تغذي يبقى دي كلها اغراض من اغراض التغذية طيب انا قلتلك اني التغذية نسبتها في المواسم المختلفة في الربيع قلتلك في فصل الربيع بيبقى واحد سكر وواحد مية في فصل الصيف بيبقى واحد سكر واثنين مية يعني ايه واحد وواحد واثنين وواحد يعني كيلو سكر مع لتر مية ده واحد لواحد في الصيف كيلو سكر مع لترين مية يبقى ده في الصيف في الشتاء والخريف بيبقى اتنين سكر مع واحد مية وفي الشتاء بالاخص لازم تقدم التغذية دافئة عشان ما تصبش النحلة بامراض في الجهاز الهضمي طيب فيه ادوات بقى للتغذية اما عندي غزيات وعائية او عندي غزية جانبية ودي في الغالب بتستخدم هي وتستخدم والاقراص الفارغة بتستخدم برضو يبقى غزيات وعائية غزيات جانبية وفيه اقراص فارغة وفيه اواني مفتوحة ده بالنسبة للتغذية الخارجية طيب انواع التغذية اما تغذية ذاتية او تغذية غير ذاتية التغذية الذاتية بالمحلول السكري اللي هي الكربوهيدرات التغذية الذاتية بتبقى اما بالمحلول السكري او بداء الحبوب اللقاح او بالكاندي طيب عندي بعد كده احتياطات بتاخدها للتغذية لازم بتستخدم سكر نقي وماء نقي عدم وضع السكر في الماء على النار بتجري التغذية للتواقف النحلة كلها في وقت واحد بتغذي التواقف القوية اولا ثم الضعيفة بتجري التغذية وقت غروب الشمس يبقى عشان ايه عشان تتفادى السرقة وده بيجيلك علل في الامتحان يبقى صح والخطأ اللي ممكن يجيلك في ده كله يستمد النحل الكربوهيدرات من حبوب اللقاح صح ولا غلط لا غلط طبعا يتسبب نقص التغذية في هجرة النحل ايو صح نسبة السكر في المحلول السكري سيبتة في جميع الفصول العام غلط عند تغذية التواقف نبدأ بالتواقف الضعيفة ده غلط برضو لعدم حدوث السرقة يتم اجراء التغذية وقت الظهيرة ده غلط برضو بيتم وقت الغروب غروب الشمس وبكده نبقى وفينا موضوع انشاء المناحل وفينا موضوع التغذية اللي هو هيجيلك فيهم امتحان ده بالنسبة للطالب اللي عاوز ينجح وخلاص هيجيلك امتحان فيهم بالنسبة للطالب اللي عاوز يعمل منحل يبقى كده يبقى كده عارف الشروط بتاع انشاء المنحل وبعد ما تنشئ منحل عارفنا ازاي تعمل التغذية اه اتمنى ان انت تكونوا استفدتوا من الدرس اه بتاع النهاردة اه عاوز ترجع له تاني ترجع له على اليوتيوب اه وتمنيات ليكم بالتوفيق ان شاء الله والنجاح اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركض اشتركتSteف اشتركوا